إذا عالوك يا جويس لما قالوا لك أنك صهيونية تشتغل بقناة صهيونية كيف صار المشكلة؟ لك أول شيء ما بتعرفوه أنا مسجل عندي على الكاميرا بس ما حطيته لأن ما بدي أبقى أعلى مستوى التشنج في زملاء على الأرض بلس أن الحزب والمت في تواصلوا والحزب ما كان أبداً راضي عن تصرف هذا العنصر يلي اعتبروا أنه من عقله تصرف والدليل أنا قاعدة منسقة مع حزب الله من وين رح أطلع لايف ومنسقة مع الجيش التوجيه والمخابرات صار كتير قصص على الكاميرا وما كان بدي خليني أطلع لايف بنشرة التنتين أنا طلعت على الوحدة على التنتين إجا شخصي يقول لي أنتوا صهاينة وهي أرضي وأنا إذا بينعرضوا الفيديوية طارفوا أنا كنت كتير ريئة غريب يعني أنا عادة ركي بأي منطقة لكي أنا في تلة العمري اللي هي بتطل على مستوطنة المطلة سو إجا قال حكي مع مروان خضر على الكاميرامان برجاله تحقيقين كتير ريئ قال له بتكسرلك الكاميرا إذا بتطلع له لي بلك كسرة هيك ريئ ضل نزلت أنا سمعت صوت وبدي أطلع لايف قلت له دخلك معنا عم يحكي قال إي ما حكيت صار هو يقل لي قلت له بليز راجع بييني عند الفيديوات راجع إيادتك راجع إيادة الحزب أنا حكي مع الحزب ومع الجيش إذا بتطلعوا لك أسرلك الكاميرا أنتوا صهاينة أنتوا عملة هاي أرضي أطلعت فيه لتلو ما حارض عليك بس أطلي هاي أرضي قلت له أنا منا لبنانية مثلي متلك رجع عملت إتصال وإجاء قلي ليك بتطلع بسترجي قولي غلط الشي غلط أطلت له شو يعني شي غلط أنا قولي من مبارح هون قال إنتوا بتقولوا قتلى حزب الله أطلت له مش مازبوط أنا قولي من مبارح هون قال لنبلا أنا سمعته مش أنت قلت له مين زميلة ناوال بري يعني بتقول قتلى حزب الله بعدين أنه ما تبعته قالي نحن ما منتبعكم قلت له أنا كمك تقرر يا بتتبعنا كيف عرفك شو ما نقول يا بتتبعنا يا لأ طلعت قال لي أوكي بتطلعي بس استرجع ملي شي غلط بالرسالة طيب أنا ما قلت أي شي يعني ما حدا ما حدا بيختلف أنه في عدو إسرائيل وما حدا بيختلف أنه هي أراضي فلسطينية محتلة هو لقواعد ما حدا بيختلف عليها وما حدا بيختلف كمان بده وضح شغلة شهداء حزب الله كل من يسقط على أرض الوطن دفاعا عن هذا الوطن هو شهيد طلعت لايفي وطبعا كان فيه صفر غلط وصفر خوف يعني كمان صفر خوف منيحة هاي فبقى نحن عم ضب غراضي لفل مش هني فللونا عم ضب غراضي لفل بيجي بيقلي أنت أهلا وسهلا فيكي ولكن الأم تيفيلي أنت حضرتوه عم قل له أنا لبنانية مية بالمية ورجع عملا قلو ما بيسمح لك يعني مش معقول حدا يجي يخونك خلصنا بقى من التخوين أنه مثلك عميلي نحن بالوطنية حبيبا مش أنت ولا أي حدا أنا لبنانية مية بالمية وهيضي أرض لبنانية وبعدانا عن جد العدو عم يقصف علينا عن جد بلنا نتقاتل مع بعض بدل ما نكون فرد إيد ونعرف كيف نواجه هيدا الموضوع بمسؤولية جيت قتلنا فهو يصوره قال الله معيك لا يفرجي أنه نحن كحتنا الام تي في هذا الشي غلط هذا أنا كنت رايحة لأنه عندي بدأ تغدى وروح من لوكايش لتانية فبقى مش نيك أنا بسألي الله معيك يعني حسيت أنه بدو يصوروها هيك للأسف يعني أنا بدي أقول شغلة أنا أهل الجنوب كلهم إذا أي حدا بحس ما عنده بيت لأنه عم بفل من محله وما عنده بيت أنا بقل له أنا بيتي مفتوح لألك أهل الجنوب مثل أهل اللي بقع مثل أهل الشمين مثل أهل الكسروان اللي أنا بنتمي لألك بيوتنا مفتوحة لكم لأنه نحن متضامنين معكم بس تجي تخوني أنت ما بسمح لك تخوني وتقولي عميلة يعني ما عليه كلمة عميلة كتير كبيرة أنا اللي وقته أنت تعمل لوطني أنا اللي عملته وركضت كل الركض بس لحتى بلده قيام الثورة حس أنه فيه شوية تغيير فيه لا ما فيك تجي تخوني ولا أنا بعمل لك فحص بالوطني ولا أنت كل واحد استفل كيف يفكر